اشتركوا في القناة كيف حالكم من الشباب ما عاملين ايه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبدأنا هنأخذ مقدمة المرض ده بيحصل ازاي؟ و ايه هي الرسك فاكتور بتاعته؟ وتصنيفاته؟ تمام؟ و ايه علاقة ده بالاكل؟ يعني فيه اكل اه ممكن اكله يسبب لي كانسر؟ او يكون سبب من قزاب ان يحصل لي كانسر؟ قالك اه ممكن يكون فيه اكل يحميني من الكنصر؟ قالك في ابحث اثبتت ان فيه اكل يحميني من الكنصر؟ قالك اه طيب تأثير ده هيعمل ايه عليا؟ تبقى عليك الكنصر ازاي؟ اعمل ضايد بلان للبشاند اللي عنده كنصر ازاي؟ وهكذا تمام؟ مقدمة كده في الاول على السريع اخذناها قبل كده في محاضرات الباسولوجي وتكلمنا عليها في الباسولوجي وتكلمنا برضو عليها في محاضرات مثلا بريست كنصر عرفنا كنصر ده ايه اللي بيحصل فيه نتكلم برضو هنا كمان بيقولك مقدمة كده على السريع يقولك ان الكنصر هو تاني حاجة بتسبب هذا هو ثاني سبب يسبب الموت بعد القلب طبعا تمام؟ يبقى بعد امراض القلب هو الايه؟ تاني حاجة هو الكنصر تمام؟ يقولك كمان ان اله اللي بيحصل بقى في الكنصر هنا بيحصل أب نورمال سيل جروس يعني الخلايا متانمو بطريقة غير طبيعية تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل يعني لما الخلايا تانمو بطريقة غير طبيعية بتحصل نديجة ايه مثلا؟ قالك بوداك كنت يحصل نديجة مثلا الجين حصل له ميوتيشن تمام؟ حصل للجين ده اللي مسؤول هو يعمل كنترول للسيل جروه حصل له ايه؟ لوس او حصل له ميوتيشن في ايه اللي هيندج عنه؟ هيندج عنه ممكن تصبح الخلايا ايه؟ انتاجها يصبح تمام؟ الانتاج بيح الانتاج بتاعها هيبقى ايه؟ تصبح تصبح بسبب بسبب ما ديجت اللي ايه؟ الابنورمال جروس يبقى هتصبح تكوين كده ماس هيصبح تكوين كولكيعة تمام؟ binnenмы Plasty Cancer هيتصبح تكوين كولكيعة عليك كولكيعة هذه هي نديجية ايه؟ نديجة ابنورمال جروس تمام؟ يبقى تكوين نديجة ايه؟ ابنورمال جروس نسميّينا Tumor أو وشكلة واول مصطلحة نقابلناه معنا هو كلمة tumor تعمل كلمة ايه؟ نيو بليزم لكن CANCER blir Diاجر كلمة gu name naming Так نيو بليزم طيب ما هي الفرية؟ لو قالك كلمة cancerous tumor cancerous tumor يبقى دها على طول malignant. لماذا؟ لأن cancer هو على طول malignant. cancer يعني ورم خبيث. لكن كلمة tumor ممكن تكون benign tumor ممكن يكون malignant tumor. ركز بحاجة هذه مهمة. احنا اخذناها بلكده فهم المعثمتين احنا اخذناها بلكده. لو قالك كلمة cancer يبقى بنتكلم malignant. حاجة خبيثة. لو قالك كلمة tumor يبقى معك احتمالين. يقمى يكون benign tumor يقمى يكون malignant tumor تبقى لها كلمة cancer tumor يبقى خلاص cancer. malignant. تمام؟ نديجة ايه؟ قلنا نديجة ان في abnormal gross نديجة في جين حصل mutation مثلا. تمام؟ عمل ايه؟ تكوين كولكيعة اللي هي اسمها الماس دي. يبقى اسمها tumor أو tumor tumor تمام؟ طيب. طيب لو حاجة دي انتشرت وصلت للدم وراحت لخلايا تانية جنبها. لو راحت للدم وتنقلت المكان تاني بيحصل لها اسمها حاجة عملية اسمها ايه؟ عملية ايه؟ المتاستيسس. عملية ايه؟ المتاستيسس. طيب يقولك هنا ان معتلات الوفيات في حالات الكنصر طبعا بيكون عانية جدا. عشان احنا نكتشفه في مراحلة متأخرة ما بنعليجوش بدري. ولكن بردو في حالات بتخاف منه ممكن محصل لها اسمها. المتاستيسس. المتاستيسس. ايه؟ مهمه دي بقا. يبقى انكلوجي هو عشان انكلوجي ده هو الدكتور الى اللي بيعالج انكلوجي ده هو العلم. هو دراست الكنصر. لكن انكلوجيست هو مين؟ هو الدكتور اللي بيعالج الكنصر. واضحة وصريحة ايا مفيش اي كلام. يبقى الشيطي ممكن تجيرك في ايه هو الدكتور. طيب. بيقول لك هنا ايه هي الاسباب اللي بتسبب كونسر. مبدئيا كده مفيش حاجة اسمها سبب. مبدئيا كده عشان يكونوا متفكين مع بعض. مفيش حاجة اسمها سبب يؤدي الى كونسر. في حاجة اسمها ريسكي فاكتور. ليه? لان احنا السبب الرئيسي السبب الرئيسي مش عارفينه. يبقى كونسر is not known. يبقى ملوش سبب. يبقى احنا بنقول عليها ايه? بنقول هي عليها ريسكي فاكتور او هاي ريسكي فاكتور. السبب الرئيسي غير معروف. ايش تا? متفكين? متفكين. ممكن يكون ريسكي فاكتور نديجة ايه? حاجة ايه? نديجة فيروس. بس مش فيروس اي فيروس. لا ده بيتعرض لفايروس او حتى بكتيريا لكن بيستمرار. اتعرض لانفكشن في استمرار. مثلا الشخص اتعرض لفايروس سيب. متعليكش منه. في بعض الابحاث قالت ايه? ان الناس اللي عندها فيروس سيرو مش بتعليك منه هي اكتر ناس بيحصل لها كنسر في الليفر. يبقى ابحاث اثبتت ان الشخص خاص اللي عندها فيروس دي ريسكي اللي حصل لها ايه? كنسر. يعني ايه? يعني مسببات الكنسر الموجودة في البيئة. زي ايه? زي الاشعاع. زي مثلا اكسري الناس ده. احنا فيه ابحاث اثبتت ان الناس التمريد او توع الاشعاع اللي بيبقى موجودين في منطق في الاشعاع دول اكتر ناس عرضا يكلها كنسر. خلاص? يبقى ده ريسك فاكتور. بس فيه ناس بتعرض الاشعاع محصلهاش حاجة. تمام? يبقى ده ريسك فاكتور. الناس يتعرض للشمس. طبعا مش اي حد يتعرض للشمس هيكله كنسر يا جماعة. يتعرض الشمس بطريقة ايه مستمرة. تمام? زي مثلا ناس اللي موجودة في ايه? في على خط الاستواء في جنوب افريقيا والكلام ده. طبعا عندي ناس ريسك يحصلها كنسر. ناس جماعة اعرض للنيوكلير ويست اللي هي الايه الاشعاع. طبعا اموشن استرس دي من الريسك فاكتور المهمة جدا ليه? انها طبعا بتقلل المناعة. تمام? بتعمل ميوتيشن للجين. طبعا لما تقلل المناعة هيبقى خلالة الكنسر هيبقى ايه? حتنموا في طريقة اسرع صح? كمان بتعمل ايه? بتعمل تغيرات في الجين اللي مسؤول ان هو يعمل ايه? احنا قلنا فوق مسؤول ان هو يعمل كنترول السيلجوروس. عملته ميوتيشن. بقى خلاص الجين تفقد ان هو يعمل كنترول السيلجوروس. بيحصل ايه? بتغير تكوين اللي بتعديها دي بقى وتصبح اكساس سيادة جدا. طبعا بسميها ايه? تيومر. صح كده? طيب. لو في بقى كيميكال. اه في مواد كيميكال احنا بناخدها. احنا ممكن لما نجي ناخدها نبقى ريسك ان يحصل لنا كنسر. ايوة ممكن ناخدها اثناء الاكل. ممكن ناخدها في المية. في برضو بعض المواد الكيميائية لو لمسناها. بس مش لمسناها اول مرة لأ تحت لما استيها بطريقة متكررة. ريجولور. يبقى مواد كيميائية بتنمسها بطريقة ريجولور. او او بتكون ايه? انت بتاخدها عن طريقة الانهليشن. عن طريقة البريسنج زي ايه? زي ايه بقى? اكيد زي احنا نعرفين زي السجاير. صح? تباجوا. تباجوا سموك. وكمان الاسيبتوس. الاسيستوس ده اللي احنا بنتكلمة في محاضرة سحة بيه المحاضرة التالتة لو فاكرين الاسيستوس ده. الاسيبستوس ده. ليه? ان هو حاجة بتبقى موجودة جوه البيت. اللي هو الاندور بوليوشن. الاسيستوس ده. انه مهم برضو. تمام? وقلنا عليه هناك انه بيسبب كنسر. بيقولك ان زي ما احنا قلنا الناس لا نعرف السبب بتاع القنسر. زي ما احنا قلنا. ولكن الناس بيتعرض لي اشعة الشمس لفترات طويلة. الناس دي قرد ان يحصل لها قنسر. طبعا مش من اول مرة يتعرض للشمس يحصل له قنسر. لأ ده يتعرض للشمس لفترات طويلة. بالزاد في الوقت اللي هو بتاع اللي هو ساعة اثنين وثلاثة والكلام ده. اللي هو الوقت اللي هو بيبقى اشعة الشمس بيقضرة فيه. تمام? وانه كمان الناس اللي سموكينج. طيب ايه بقى هي? ايه هي بقى? قراصفكيشن اوف كنسر. يعني تقسيمة الكنسر. قال لك بالكنسر تقسم ازاي? قال لك بتقسيم تبقى او. based on type of cell that produce the cancer. تبقى او مبني على التقسيم دي مبنية على ايه? مبنية على نوع الخلاي اللي بيحصل لها ايه? اللي بيحصل لها على الكنسر دي. على نوع الخلاي. اول حاجة. حاجة اسمها كارسينوماس كارسينوماس يعني ايه كارسينوماس كارسينوماس يعني هنا أبنورمال جروس للإبيسيليل سيل يبقى كارسينوماس ده هو ايه أبنورمال جروس أوف مين أوف إبيسيليل سيل يعني فيه كانسر فين في الإبيسيليل سيل إيه الإبيسيليل سيل دي بقى قال لك أن الإبيسيليل سيل دي هي السيلس هي الخلايا اللي بتبضن اللي بتبضن إيه الجسم بتاعنا هي الخلاياوفي الفضلaya ما هي الخلاياوفides انظرنا Youtube حيث الآن ي söyleyeب تمegenأن الايباسيلي السن في خلايا ستقوم بالتأكد السن يسمعها قدأ aí يبقى اي بسليل سلي دي هي الخلايا اللي بتبطن الجسم تشمل ايه بقى تشمل الخلايا اللي بتبطن الجسم والاوتر layer of the skin تمام والممبرين اللي احشاء بتاعتنا صح اللي بتبطن الجهاز اللي هو الجهاز اللي هو الهضمي يبقى اللي بسليل سلي موجودة فين موجودة في الاوتر layer of the skin lining of the skin lining of the body membrane اللي بتبطن الجسم الهضمي المسانة البلادر برضو فيها تقفية بسليل سليل تمام اي ارجان برضو انزباطي خلاص يبقى دي اسمها ايه كارسينومة يبقى بسليل سليل سليل على اطول طب احاجة تانية اسمها ساركوماس ساركوماس طبعا مصنفة تبقى لمن لنوع الخلايا الخلايا هنا في الساركوما هتبقى سمها ايه اسمها السوفت تشوء يبقى الاس ساركوماس مع الايه? مع الاس. يبقى اس مع اس. اس مع صوفت. يبقى الساركوماس زي كنصر فين? في الصوفت تيشو. زي ايه الصوفت تيشو. زي المسل. زي البون. الفات. النيرف. الدندل. لا. الدندل. والبلوت. والنمفيزلز. حاجات دي كلها ايه? صوفت تيشو. تمام? and any other tissue that support, surround and product the organization. يبقى اس مع ايه? مع اس. تحفظ الامثلة بتاعتي. lymph 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 يبقى فين? في الليمف تيشو. صح? يبقى lymphoma lymphoma lymph مع الايه? مع الليمف. يبقى قولنا كارسينوما مع الابساريال سين. اس مع اس. ساركوما مع الصوفت. لمف مع الليمف. الليمفوما زي ايه? الليمفويد ايه? الليمفويد ايه? انا بقى مين الليمفويد ديش في جسمي? مين الليمفويد ديش في جسمي? اول حاجة الليمفويد ديش lebih مين. البون مارو والليسبلين. يبقى الليمفويد ديش. يبقى الليمفويد ديش هو مين? الليمفويد دي اكيدة. البون مارو والليسبلين. في حاجة تاني اسمها الليوكيميا. الليوكيميا. الليوكيميا دي بتحصل فين؟ لديجة abnormal growth of what blood cell. ليكو دي اصلا كمية من كلمة ابيض. يبقى ليكوما هي ايه? abnormal growth of what blood cell. متأثر على البون مارو. كمان بون مارو على السبيلين يبقى. ليكوما هتأثر على البون مارو سبيلين. لا يفهمه هو هو لكن شين الليمف مع الليمف. ليكوما على الويد. خلاص دينيا سهلة هي. هي التصنيفة بتاعت الايه? بتاعت الكانسر. طب هل? هل في علاقة ما بين الاكل? وهل في اكلة اكدو بيسبب لكانسر? قالك اه. في اكلة ممكن تاخدو وتحول لايه? لكارسينوجينيك. كارسينو ايه? كارسينوجينيك. يبقى بيقولك ايه? سيرتين صابستنس ان فوت. فيما حاجات صابستنس في الفوت بتسبب ايه? يعتقد انها تحول الى كارسينوجينيك. تحول الى ايه كارسينوجينيك. طب ايه الحاجات دي بقى؟ ايه الحاجات دى. اول حاجة سماها؟ حاجة سماها نيتريتس. حاجة سماها ايه? نيتريتس. نيتريتس يبقي مجودة 왜ne? تلك موجودة في الاكل اللي هو смوكت فوت. موجودة فيين? لابقى النيتريس دي? اللي موجودة في؟ طب النيتريس دي؟ اللي موجودة فيلاسassociت فوت. طب السماوكت فوت دأ زي مين? اللي هو الاكل المدخن ده زي مثلا لحم الغنزير اسمه باكون او هام باكون و هام باكون و هام دول لحم الغنزير طبا كده 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 فينا بيقولوا ان هاي لحم الغنزين ده ايه محرم صح ما ينفعش ناكله لما تاكله يحجي لك كانسر يجي لك ايه كانسر عشان كده ربنا مره يبقى النتريتس اللي هو موجود في الاكل المدخن اللي موجود في اللحم الغنزير او اللي هو اسمه باكون او هام ده بيحول النتريتس اللحم الغنزير الامضir ده يحول الـ dignitar性. يملك اذا بماك في الـ معارضة القاضي تم تشغيل ماذا تشغيل الاجتراكي الى ايه? الى نيترو سامنس. نيترو ايه? نيترو سامنس. نيترو سامنس ده هي مي? هي المادة المسارتنة. هي المادة السبب السرطورة. تتحصل امتى? اثناء الكوكينج. اثناء الاكل. اثناء الطبخ. طبعا لما انت تأكلها باستمرار المادة تيانا انا اكلت مسلا مرة لحمة غنزين مراتين تلاتة عشرة على فترات حياتك كلها. مش هيقصر لك على حاجة. مش هيعملك حاجة. صح? لكن انت لو اكلت بطريقة ريجولار انجيسشن. اكلتها بطريقة ريجولار بانتظام. عملت اكل فيها? عملت اكل بانتظام في الاكل ده? طبعا هيسبب لك ايه? طبعا الاكل ده اللي بتاكله ده هينزل فين? هينزل على المعدة. وهو نازل على المعدة. هيعدي على مين? على الاوزوفيجاس. يبقى هيسبب لك كنسر فين? في الاستومق وفي الاوزوفيجاس. في الاستومق وفين? في الاوزوفيجاس. وهو نازل على المعدة. انت ربنا لا تاكلش ايه? تاكلش لحمة خنزير. اكلت لحمة خنزير. هينزل فين? انزل في المعدتك هيسبب لك كنسر في المعدة. هي Thanks to all trulysophagus. هيسبب لك ايه? حسيسبب lAlısophagus. خلاص. يبقى انت لازم تعرف ايه الاكل? الاكل وايه المادة المسرطنة وهتيسبب cancer فين? اشطه? يبقى مادة اسمها nitritz. nitritz دي موجودة في الذهاب الكوريت اوサمة food اللي هو المو Lynd espertrans و لحم الغنزيل. هتأدي اللحم الغنزيل حاجت دي Karls Smoge of Food هيأدي لتحويل المادة ال اللي اسمها ال perguntres el det not nothing it wrs. Lacryfeo. عملت يكون في الأكل ده بطريقة كتير قوي زي أوروبا والكلام ده هيحصل لك إيه؟ يحصل لك سطومك أندسوفيجاس كانسر ليه؟ لأن الأحم الغنزير ده هينزل فيه؟ في المعدة يبا هتسبب كانسر فيه؟ في المعدة أكيد يعني أجدعان مش عايزة خلاص طالي واحد اسمه الأكل الهاي فات آه الأكل الهاي فات ده أصلا إحنا عارفين من من الكارديو فاسكور سيستيم وقلنا أن الفات كتير ده بيسبب لي مشاكل بالنسبة لإيه؟ المساء بيعمل لي تكون البلايك أو الفات استريك في الأول وبعد ذلك البلايك بتتكون ويعمل لي أصر سكلوروزيز والأصر سكلوروزيز ده هو سبب من أسباب lscus sycra. صح؟ نحن ص agencies Charter 안돼 comes to when it comes to to health department right and in full. طب الأكل الفات متأكسب لأنسرrolog- Dr. I ask to help you out. اكلال feeding oftentimes يسبب كانسر في أين؟ يسبب كانسر في الميل والفميل في البلستاتا في الميل. في الكولون في البريست عند الميل والفي من في宮. في الغالب يروح للأماكن الأعضاء الجنسية بسبب مرحلة الدخولية الكثير الكثير الهي فات بسبب ايه؟ بيسبب يوتيروس بريست بروستاتا كولون كونسر حاجات دي كلها بتسبب ايه؟ الفات الهي فات بسبب كونسر فين في الأربعة حاجات دي احنا قلناها معلمتوك لازل انت يكون حافظهم زي اسم طيب ريجولور انتيك او اكسسيب انتيك كالوريس يعني كالوريس؟ لها السكريات الحلويات الكولا كوكاكولا حاجات دي كلها حلوس او اقول لها ماما اسمه ايه؟ كالوريس بيقوللك بتسبب كونسر فين في الجال واحدة واحدة لما يجي واحدة عسلية كده ودم عصل ودم وشيربات ودم وسكر cakع انته وبيرا ش tall خل وكاته اخذ كلاوريس كتير ؟ بuko تقول لها ايه؟ بسكريات الاعمى انت هوتجيب لي ايه؟ المرورا هتجيب لي ايه؟ المرورا يبقى الأزهيادة الكالوريس بيتجيب ايه؟ بيجيب كونسر في الايه؟ كانسر فين في الجال بلوتر إضافة الأندومترية، لكن هناك شيء هو الأندومتر الأندومترا المدين هي الأندومترية أنه زيادة العسلية وزيادة النقطة البيخة حسب تسبب أيه؟ Al-G-B-L-C böylece cancer في المرارة حسب تفضلها هذا المثال المثال إخدامه من الجملة الناس أيضاً تشرب الناس التصمير والنصبير والألكوحول هل ما زحدها أنت cancer ؟؟ قال لك اوه هو نكنسر خب battalion الكنسر خب battalion الناس الرقور يتغيش الكنسر دول يخشها على الفيرنج. خشها فين؟ فهي يعمل له الخصة على الفيرنج. خشها على النظيف. يعمل له ايه? كانسر ايسوفيجوس. خلاص. يبقى تسبب له ايه? ثلاث حاجات. يبقى اهم حاجة تعرف. المادة اللي موجودة في الاكل اسمها ايه? وبتسبب ايه? قلنا اول حاجة النتيح الذي هو موجود في هو موجود فية الكوريت والصموكت فوت. التي هو موجود فين? الاكل المدخن موجود فين؟ زي مين؟ زي لحم الغنزير الذي هو البيئن باكون واله و الهام. هذا يسبب ان هو بيحول للماد المادة اللي اسمها نيتريتس اللي مادة اسمها ايه نيتروسامين ده هي المادة المسارطنة اللي هي كارسينوجين دي موجودة في ايه في الكوكينج في الطبيق في الاكل تمام الريجولار لو اكلتها باستمر ستسبب لك ايه هتخش على المادة هتعمل لك استومك وايسوفيجاس ايه كانسر طيب الهاي فات الهاي فات ستراح عند الاعضاء الجنسية سي بروستيتا والبريست واليوترس والكولون تمام طب الشخص العسلية سيسبب لك ايه زيادة الكالوريس سيسبب لك ايه جال بلوتر كانسر ويدوميتريام كانسر كمان الشخص اللي بياخد سموكينج ويترينج ربنا عليك ان اخدهم ايه هتخدتهم هيحصل لك ايه كانسر في الموز في الفارنج في الاوسوفيفس اشتا ايه اكتر حاجات ايه مهمة لازم تكون انت ايه عارفها طيب تمام حلو جدا خش بقى الاكل الحلو بقى الاكل الكوار هل فيه اكل كويس اكله يحميني ان ماجيلش كانسر قالك اوه ده ممكن اكله واكله وبرضو يجيلي كانسر قالك اوه يعني احتمالات كلها ايه عبارة عن ايه احتمالات بس برضو في الابحاث قالوا ان الناس اللي يتاخد الاكل ده اكثر الناس بتحميها ان هيا ماجيلهاش كانسر خلص زي ايه زي الناس اللي اخدت هاي ان فيبر نايت ايه بياخدوا هاي يحميه من الكانسر قالك أنت لهذا después اصلاً سأخذها ليه اصلاً لو تفاكرين من السنة الفاتT قمنا الضحانين أيام التخزية ليس التخزية كانسر في كولوريكتن كانسر يبقى habíaماكن السرطان المستقيم اسمه سلطان المستقيم يبقى اللي هاي فيبر اللي أنا بتحميني من الكونستيميشان اللي كان موجود في الكولون طب لما تحميني المكونستيميشان هتخلي الأمعاد تحرك صح بدل ما كان الستول موجود جوه وده كان بسبب إساب المكر يسبب هاي رسكي لأ ده حركتلي الدنيا وحركتلي الأمعاد وخلت الأمعاد شغالة فبقت كده بتحميني من إيه تحميني أنه يجيلي إن ما يجيليش تحميني إنه ما يجيليش إيه السلطان المستقيم إنه هو الكولوريكتر الكنسر تمام يبقى لأي فيبر يجب تحميني من الكونستيميشان أي حاجة تحميلي أنكتب حاجة تبعي تكولونها هاي يبقى تحميني من الكنسر بتعيال الكنسر تمام سهل طيب ثاني حاجة فيتامين سي فيتامين سي برضه بيحميني من الستومك كنسر واللوسوفيجاس canse سي فيها إيه سي يبقى SSS Stomach SS Sوفegos يبقى CSS CSS عشان تكون في غيرها ها تجي في الامتحان فيتامين سي Stomach على طول من غير ما تفكر فيتامين سي بيحميني من ايه من ان الكنسر بحصل في السس Stomach والإيسوفيجوس تمام؟ طب فيتامين ايه او البيتاكروتين فيتامين ايه هو هو الاسم هو هو بيتاكروتين هو هو فيتامين ايه اشتا؟ بيحميني من ايه بقى ده لازم تحفظها لا حال للسرعة فييحميني من الصدوات والجمع والليرنج تحمّيني من الصدوات ل certificate فيتامين ايه فيتامين ايه من صدوات منفيتاكروتين الى انه موجود في الجزر صح؟ فييتامين ايه موجودين في الجزر هذا الي سيحمل dictator والجمع والليرنج و من الليرنج كمان كيفة بيتامين الفر소اب ضبوري بيكمية كويسة يحصل كذلك كم كاذت وبكلية مع الأفضل فهو بكلية هي تاحتوى للغسر لنفس وفاقيت PLAYB وأولادها حيث يaydام تتحدث بفيتامين ومينيرل وفايبل وبروتين فطبعاً دي بتحميل ان الكانسر عمتها تمام؟ فيه بقى لو اخدت لكده السويا فوت لوحدها كلم عن السويا فوت بشكل خاص قال لك ايه؟ قال لك ان السويا فوت دي اسوشيادت وزدكريست ريسك أوبريست أند كولون كانسر كلم عن لها لوحدها دي كنت بتتكلم عن لجمس فو وكلمت قلت سويا بينس لأخد لك السويا فوت لوحدها وقال لك انها بتقلم ان مخاطر الكانسر اللي موجود في البرست والاية والقولون دي مهمة جدا ويض ليس ان تكون عارف هذه الحدة يبقى السويا فوت بتسبق بتقلل ايه؟ بتقلل من الريسك أوبريست والقولون البريست والاية الانتينけて اعرفهم ك��ice جدا يبقى السويا بتقلل من الbruست والقولون كانسر فولئPS وكمان الأكل اللي فيه بروتين ده اسوسشن وهو بحافظ على الهيلسي اميون سيستيم ليه؟ حافظ على الاميون سيستيم البروتين ده اصلا بيكون مين؟ بيكون البلازمة بروتين اللي هي موجودة في الدم اللي هي بتكونك اصلا الجهاز المناعي بتاعك والكلام ده كله يبقى البروتين فوت في يحمي لك ان هو ايه؟ حافظ لك الصحة بتاعتك انه يحافظ على ايه؟ اليميون سيستم هو اصلا بيكون اليميون سيستم ماذا؟ طيب تأثير بقى؟ ايه بقى؟ تأثير الكنسر على الجسم؟ هل الكنسر ايه الاعراض التي تظهر على الشخص اللي عنده كانسر؟ أول حاجة في يوطشjun بدون البلازة بيجد في Leistung من البلازة من البلازة والمسبوع على الجهاز، ن يرى الأسلا البلازة في تيجب من البلازةان وريوم انه يتوسط على التغزيخ حالة الأنبوليس وكتابولزم انه حالي الأصلا بقى في القامل، تتغذي مع الدم، وتتغذي على النیاة يحب انه تأكل الدم للديم مثل الكنسر سيري بتتغذي جميل جداً على الدم وتغذي جميل جداً على الدم اللي هو بيحمل نيوتريشن تبقى تلك شخصها بقى عنده ويت لص تمام؟ ولازم تكون عارف ما هي حاجة مهمة جداً هتاخدها قدام وهنقولك ده تحفظوا شبهي اسمك ان الانوريكسيا هي الميجور برو بليم فور كنسر كلاينت يبقى الانوريكسيا هي اكتر حاجة او ميجور برو بليم اكتر مشكلة عند البيش انت عنده كنسر يبقى عنده انوريكسيا بطريقة متخلفة بجد يعني يبقى مش قادر يأكل خالص مش عايز يأكل اي حاجة تمام؟ طبعاً الانوريكسيا دي مش هتخليه يأكل تمام؟ انوريكسيا دي مش هزيأكل صح؟ مش هزيأكل يبقى يبقى حصل له ايه؟ ويت لص صح؟ حصل له ويكنيس ميه ويكنيس وفتيج المريض اصلاً مش بيأكل المريض ملاقش كمان نيوتريشن كويس ياخده تمام؟ وكمان ان الكمبيض قلمه تأكل في الدم متاعي وتأكل في النيوتريشن بتاعه تمام؟ ولو ما لقيتش كمان الكمبيض الش revenge هتاخده تعقد اكل في المسل هتعمل له ويكنيس تمام؟ كمان لو ما لقيتش ملك كمان هت tungст في طبقات الفات اللي بتغطي الأورجين في الاجسماع الفات تمام يبقى تأكل في الفات وفي المسل بيققى في الدم więcej çıktı كما يص علميكس ويكنيس اي سابف ويتلوس تمام بيحصل كمان عنده مهم حاجة عنده بيحصل حاجة اسمها هيبوالبيونيميا يعني الالبيومين بيقل في الدم تمام بيحصل كمان عنده آنيميا نحن قلنا الكنسر سيد داكل في الدم بيحصل عنده آنيميا آآ كمان احساس اللي هو السينس اللي هو بالتست اللي هو التزوق والسمين تستع Feldسمين دا مش موجود خلاص هيحس كده بأحساسين يقام احساس سويد يأكل اكل حسول ان هو اكل معسل جدا جدا ايه معسل جدا ما هي اكل معدني اكل متالي لبعد ما يأكل الاكل يجحس متالي هو يعرف امتى بعد الكيموسيرابي بالزئت بعد الكيموسيرابي الشخص ده بيحس ان هو لو اكل اكل فيه بروتين حس ان هو يأكل معدن فطبعا ده هيقلل هيحصل له انوريكسيا صح مش عايز يأكل ده حس انها حكلت اكل هاكل لانا تخلين ده تأكل معدن فطبعا دي حاجة وحشة جدا يعني يبقى انيميا هيبرالبيونيميا حد الوقتي خلاص وكمان ايه هيعمل انوريكسيا ويتلوس وما يشوف كلم ده كله بعض انواع الاكل بقى ليها كزا ايه يعني ليها كزا كزا طعم تمام ما علينا كنسر كلاينت بقى زي ما احنا قلنا هو كنسر كلاينت اللي هو المريض الكنسر بعد ما ياخد الكيمو سيرابي الكيمو سيرابي هيحصل ايه هيحس ان البروتين اللي بيأكل ده لونه ايه تعمه ايه لونه ايه تعمه معدني متالة تيست اشتا ببقى يقول لك ان من كلاينت كومبلين او فود تيستنج تو سويت زي ما احنا نسا قلنا ان يبقى كده التيست بيبقى واحد مع تاني بعد الكيمو سيرابي لو اكل اكل بروتين يحس ان هو لونه تعمه معدن تاني حاجة لو كمان بيحس ان ممكن الاكل اللي بيأكله ايه اكل بيكون عسل جدا وحلو جدا وهو ايه مش حبه خلاص بيقول لك ان لو شخص ده بياخد علاج الشخص ده بياخد علاج رادياشن علاج اشعاعي في النك وفي الهد يعني فراسه كده وفرقبته طبعا ده بيحصل دامج للتست صح لبراع متزوج تست باطس يبع يحصل دامج فين في التست باطس طب لما يحصل دامج طبعا ده هيقصرى زي ما احنا قلنا هيقصر على التست وهو قصر على السميل التزوج خاص شم وتزوج وته هيقدي الى ايه عنوركسيا ليه? عشان فيه لوسك في البضايت لوسك في البضايت لوسك في البضايت في براعة متزوج عند الشخص ده. فبالتالي الشخص ده هيتأثر عنده التست والاسميل اكيد. فبالتالي هيتأدي لإيه? لصفة بضايت لانوريكسية. هيتأدي لويتلص. الشخص ده مش هيأكل. كمان بكانسر سيل عمانة تأكل في الدم وديأكل في النيوتريشن اللي عنده. فهو كده. عمانة تأكل في الفات كمان. خلاص. طيب. كانسر كلاينت بيكون ستيد. الشخص ده بيحس بالشبعة. آآآ تمام. آآآ بيقوز. كمان بيقدي لإيه? ان الكنسر. حموليك الكنسر ده. بيبعنده ديكريز. بيقل التاجيستي في سيكريشن. اللي هي العصرة العصرة الهضم دي بتقل. تاجيستي في سيكريشن بتقل. وكمان مهم جدا تكون عالف. مهم مهم مهم. ان الانسولين بيتأثر. بيحصل إيه? ايه? الانسولين بيتأثر الانسولين بيتأثر ايه? ايه? ابنورمل. يؤديه إلى ايه? لما الانسولين يقل هيأدي الهايبر جليسمية. انسولين هيأله هيأدي هيئه? هيبر جليسمية. هيبر جليسمية ده. كمان بيكون آآآ كان ديلي هيأخر. يعني هيبقى الحسس إن هو معدته فاضية. آآآآ معدته تبقى فاضية بس هو حاس انه بحس شبع. يبقى استومك المعده خاطئه فاضية وهو حاسس به حساس الضل ضل أبيضايد حاساس به حاساس الشبع نحن لم تغير المعده في الشبع وهيقل تجريس في الشبع وهيقل الأنسولين وهيقل الأنسولين وهيزيد الهيبرجليسيميا بسبب الاستومك تم فارغة به فاضية وهي حاساس ابتشابة في الشبع لأنه عنده أنوريكي بعض الكنصر سيسبب هيبر كليكيميا هايبر كليكيميا كمان ما زاد زيادة الكالسيوم هيبر كليكيميا كمان ما زاد سالطبيقه بطريقة كرونيك سيسبب رينال ستونز وان ستونز اخدنا في درس رينال سنحصل عن زيادة الكالسيوم كوانات ستونز في الكهلة سيؤدي إلى الكلام يشغلها بطريقة كويسة تمام بيقول لك أن تيومر تيومر ممكن يسبب حصل تيومر حصل كتلة في الأمعاء ستة الأمعاء حصل تيومر في الجهاز الهضمي في الجهاز الهضمي لما يحصل أن الجهاز الهضمي فيه سيؤدي إلى مال أبسلش مش هيبقى فيه ابتصاص إن المعدة مش شغالة الجهاز الهضمي مش شغال هيؤدي لمال أبسلشن تمام طبعا كمان آخر نقطة هنا بيقول لك لو الكنسر ده مدعلكش طبعا الشخص قلنا عنده أنوريكسيا هيؤدي لويتلوس هيخش في مال نيوتريشن بيحصل لحق اسمه كشيكسيا 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 يحب أن يأكل يأكل في الدم سيأكل على السكيلتا المصر سيأكلها كلها طبعا يقول لك حوالي 80% من منطقة السلطان ويحصل لهم الكشيكسيا تمام يقول لك أن هناك شخص يقول أنه لم يكن قادر أن المريد يقول لك أنا لم أعدة حتى أن أشيل نفسي تخيل مريض أن يرفع نفسه ما على الأرض هذا اللي حصل له يعني يعني يقول لك لا يعني لا يعني أنه لم يكن يرفع نفسي من سرير استخدام لأنه عنده لانه يقعد في الدم لم يوجد شيء مكان يوجد نيوتريشن ليس بوجود تدخل على الفات وتدخل على مصر وتدخل على المصر وتدخل على المسكيلتا المصر وكل ذلك ده واصلا مريد عنده انوليكسيا كمان اساسا عن مريد عنده انوليكسيا وعنده ويتلوس فطبعا ده زود حالة الايه الكاكيزيا اللي حصلت وكن يقدر ديس طيب ايه هو العلاج بقى طبعا اول طريقة للعلاج ان هو الشخص ده لو عنده مسلا بلاينت يومر مسلا او عنده او عنده او او عنده بس يتشفه في الاول وهو نفع ان هو يشيله بعملية جراحية تمام بيعمل ايه مسلا اول حاجة بيقولك ان لو عملية جراحية دي في الماوس في الفم تمام طبعا لو عملية دي في الفم او في الماوس لو في الماوس يعني طبعا ان شخص ده لو عمل العملية دي هيبقى عنده مشكلة في البلع تمام اكيد في المضغو والبلع في صح يبقى اكيد لو عنده عمل عملية في الفم في الماوس يبقى عنده مشكلة في مشكلة في الايه في طيب لو عمل العملية دي في في الماعدة مسلا في في او في شال جزء من المعدة عمل حاجة اسمها يعني ايه يعني شال جزء من المعدة طبعا ده هيقصر هيعمل هيقصر على متاع الاكل يعني تخيل جزء من مادةك متشاهد تمام حتى لما اتكلمنا في الانيميا قلنا لو في جزء من مادة متشاهد ده هيقصر ان مش هيتلع اللي بيعمل ايه بيعمل فيتامين بي صح فيتامين بي اتناشر يبقى لو شال جزء من الجاستريك والجزء من انتستين هيقصر هيقصر على الابسوربشن هانه جعله هيقصر مالنيوتريشن تمام بيقولك كمان لو حصل الشخص ده حصل قنصر في البنكرياس وشال البنكرياس طبعا البنكرياس ده بيطلع لالانسولين صح اه طبعا ده هانه جعله دايبيتس مالليتس هيحصل هايبرجليسميا ليه لان مفيش انسولين بيطلع هيحصل هايبرجليسميا يبقى قدي لها دايبيتك مالليتس إذا حصل في المياه سيقصر على المطق والبلع كله حصل في القسري سيقصر على الاحدم Richtung البنكرياس لو قل. لو شال البنكرياس حيحصلية للتايبيتس مالليتس في اسحعاع لو حصل قليل عالج كميوي .... تأkeitعاج كميوي على الاكل Fold iii جدا. اللي سؤال اللي يلاقي الاشاعة الاول اللي هو الراضيشن. قال لك لو شخص ده زي ما احنا قلنا فوق شخص ده بيعمل على النيك والهيت هيحصل ايه? للا ايه? هيقضي الايه? هيقضي الايه? هيقضي على التيست والاسمية بتاع الشخصها فبيقضي الانيروكسيا ويقضي صحي كده? طب هنا ما بيقول لك ايه? هنا قال لك لو حصل على النيك هيقلل من كمان هيقلل من سيكريشن. طب السيكريشن دي كانت بتعمليه اصلا. قال لك لا السيكريشن دي كانت بتحميني من اي ماكي ارجنزم صح? تمام? هيقلل من السيكريشن. او كمان هيقلل من براعة متزوق. تمام? طب لو قالل من سيكريشن. وشخص ده على طول هيبقى عنده ترايماوس. يعني ترايماوس بقى? ترايماوس يعني سيرو ستوميا. مهم ان تعرف ان ترايماوس يعني سيرو ستوميا. ترايماوس هي مهمة اسمع مني يبقى الرضيشة في الهد والنك بيقلل من السليفرسيكريشن هيقدر لترايماوس اكيد ما فيه الصلايفة فاكيد فيه ترايماوس صح؟ ترايماوس هو ايه؟ الزيروستوميا طيب يحصل كمان تيفيكالت في السوالوينج ليه؟ يحصل ليه تيفيكالت في السوالوينج؟ لان الصلايفة تيكالت بتساعد على تشاو والسوالينج برضه بتساعد على المضغ والبلع لذا مهم رضيش ويحصل ليه بسبب الفيكالت في السيليفه موجودة فهي تهيص على السيليفه في السيليفه سيقدر لكومه السيليفه كانت تيفيكالت في الساعات سيقدر لكومة السوالوينج ان تصبح مضغ والبلع فاين السيليفه اكثر على المضغ والبلع لكومه سيقدر لكومه المضغة بالسهليفه Aussao النايجة بتحميني من مايكرو ارجانيزم ممكن تؤدي الى تسوس في الاسنان توس تيكي توس ايه تيكي يعني تسوس في الاسنان ممكن بعدها يؤدي الى ايه لوس اوف ديس ياخذ فقط اسنانه صح كده يبقى يبقى في الرادياشن اول حاجة اكلمنا على الكنسر سيرجري الشخص دي شهل عمل عملية في الماوس انه عنده كنسر جنب الماوس او حاجة فهيأثر على تشاول الصونة دي وانا عرفناها خلاص حوزناها وش فهمناها وكل حاجة لو عمل حاجة في الجاستريك او في الانتستين هيأثر على ابسولمشن طبعا ده هيأدي لإيه نيوتريشن تيفيجنسي لو شهل جوزة لشهل البنكرياس هيأدي طبعا الانسولين مش هيتفرز بالتالي دهيب والجليسمي هيأدي لعيباتيك من نيتيس تمام الرادياشن الرادياشن في الهيدو النك هيأدي لإيه ان هيقل هيقل الصلايفة هيصنكريشن فبالتالي شخص ده كمان هيقل الزوج كمان عنده فهيأثر على التست والاسميل كمان هيأدي لإيه اللي هو الانوريكسية ويتلوس ليقولناها فوق هنا بيقولك ان شخص هيبقى لما السيكريشن بتاع الصلايفة يقل ويحصل ترايماوس اللي هي السيروستوميا تمام ويحصل تيفيكالد في السوالينج لان الصلايفة تجد بتساعد على المضغو والبلع مبقيتش موجودة فهيحصل تسفيجيا صعوبة في البلع هيأدي كمان لإيه لما يقل الصلايفة هيحصل كمان الصلايفة تجد بتساعد ان تحميه ماتروجانيس بحصل تساوز في الأسنان ويحصل إيه يحصل طيب الرادياشن يحصل بيقلل كمان هيقلل من من ممكن يقدي الحاجة اسمها باول أوبستركشن أو دائرية يبقى الرادياشن دائرية رادياشن دائرية مهم يا جماعة يقلل دائرية يقلل باول أوبستركشن دائرية بالنسبة للرادياشن بالنسبة للكيمو سيرابي الكيمو سيرابي اللي هو العلاج الكيموي العلاج الكيموي دا بقى يقلل من كدرة الصلايفة تشمع يبقى يقلل من الصلايفة تشمع سبق هيموروجيككوليتس يعني التهابات في الكولون ممكن تؤدي إلى نزيف في الكولون من كدر التهابات المحصلة يبقى الكيمواثيرة يقلل من كدرة الاثمون انتستل انها تعمل Reigenated وابسربت للسل بالتالي يحصل إيه? He- нев Or Romotic Collitis بإليك كل من الراديشاك كل من الراديشاك وكيمواثيرة لتنمع بعض زي ما إحنا قلنا هيعمله Decreased للابيديت زي ما إحنا قلنا بلي كده ممكن تؤدي إلى نوزيا ووميتينج كمان يبقى كيمواثيرابين والكيمو ثيرابي والكيمو ثيرابي وكما قلنا هنا ان الكيمو ثيرابي والردياشن ثيرابي بيقللهم من أبيضايد مثلا ممكن السبب النوزي وفوميتينج بوكي كما قلنا فوق بيحصل دائرية دبعا حاجاتي كلها تقدي لفلويت يوكترولايت امبالنس ان هو على شخص عمال يفقد فلويت او مش بياخد اصلا اكل فما فيش فلويت يوكترولايت ممكن يحصل فلويت ريتنشن ممكن تقدي لفلويت ريتنشن فالشخص ده مع ذلك السرابي اسكمبيليتت اخد العلاج بتاعه كله الشخص ده لازم لما يرجع تاني طبيعي او لما يرجع يعني يخلص العلاج بتاعه لازم ايه ريتيرن تو البالانس تايد لي عشان لو راجع للبالانس تايد هنا البروبلم مي بيتس ابيل تختفي طيب ايه تاني هنا بقى بيقول لك ان مروضي الكنسر بيبقى عنده زيدة جمدة جدا في الميتابولي كريت تمام ليه اذا احنا قلنا ان خلالات الكنسر بتحب تاكل من البلوت والنيوتريشن داخل للجسم فانا هنا لازم اديله ايه لازم اديله نوتريشن انتكالوري نيد للكنسر كلاين تمام ليه انه بيعنده زيادة في الميتابولي كريت بيقول لك كمان ان ان اه احتلل بعدها بيقول لك ان البيشن دي هنا مهم جدا 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 تكون عارف الاكل اللي بياخده تاخد حاجة اسمها هاي بروتين هاي كالوري دايت يبقى هاي بروتين هاي كالوري دايت للبيشن دي لانه ايه البيشن دي عنده كانسر يبقى تدي لبيشن دي بتاعنا ايه هاي بروتين هاي كالوري كمان لازم تكون عارف انه حتا دي انا قلتها ان الانوريكسيا دايت هي الميجور بروبلم فور كانسر كلاينت يعني او اجاب لك في الامتحان وقال لك الانوريكسيا او اجاب لك مثلا ويت لوس هو الميجور بروبلم هتقول له لا الانوريكسيا هي السبب الرئيسي او سبب المشكلة تحت البيشن دي عنده ايه اللي عنده كانسر بيقولك كمان ان هنا اللي هو بياخد حال خاصلك بقاء بيقولك ان البيشن دي الي بيبتсти ان هو ياخد كيمو سربي او رديكس سربي بياخد كيمو سربي يعني طبعا اااااااا اه انها بيقول لك انها مانفعش يقود لازم يكون اكل قابل كيمو سربي قبلها بساعتين او rolling steam and having a otra national event تمام او اكل الساعة او اكل الساعة اكتر الساعة تو quelcon CA jeal est tensor سرباء امتى? م рекفلش اعطاب كيمو 3 على ساعة ثلاثة ولا ساعة ثلاثة. فيسلا لازم يعمل كيمو 3 على ساعة اربعة شهاد انا هو يقول ليسا لو عمل كيمو dissociم احسن نوزيا هيدي للا هيه هيدي الى لوزيا. Fine هو هاكل ابلها ساعتين هيديلا يابقة الشخص الشخص الذي يعمل كيمو ยك bereit لازم يكون صايم قبلها ساعتين او ثلاثة خلص. يعني ايه صايم قبلها يعني اخذ اخر واجبة من ساعتين او ثلاثة ساعات بالصبت لازم تكون فاهم الحتة دي ودي جاي سؤال في الانتحان يبقى الوجبة قبل او بعد العلاج الكيميائي لازم تكون بساعتين او ثلاثة ساعات عشان ميحصلوش ايه عشان ميحصلوش نوزيا وفوميتينج طيب خشي بقى على الضايت اهو زي نفس الكلام هو هو نفس الكلام طب الضايت بلان للبيشانت بقى ايه هو الضايت طبعا اول حاجة هتاخبار مليه هتاخد هستو للبيشانت تعرف ايه الاكل اللي هو ميلə كان بياخله حوثىذا الطبعان للبيشانت تستعرف ايه اضايت طبعا جزال بان zapeachant كل يابغانا بال слыш & Create plan كل نتكالبنا عليها بدرة الابغانة كمان تكون تعرف كمان الاكل اللي يحب يكلم وكلستعر李 استعمل واكل اللي يحب يكلم ولي الابغان بيحب يكلم بيشنت لديه مشكلة في المطخ الى مضخ لو عميه بالأعنية في الموس هم يعمل أكل صفذ بالعقل ما هو بالعقل بيشنت لديه مشكلة مضخ هده اكل صفذ فطه يساعد ان يأكله لماذا يأكله يساعد ان يأكله أن يدعيه بيشنت لديه ديارية عنده إسهال هتدي له أكل إيه؟ هتدي له أكل فيبر هتدي له أكل فيبر بيش أنت عنده إسهال؟ لا ليه؟ لأن الفيبر غيرا قلنا البيشنت اللي بيأخذ فيبر هو بيحميني من أنه بيحميني من بيحميني أنه بيجي لي كنصر في الكولوريكتل كنصر بس إحنا قلنا بنقول هنا إن الفيشنت لو عنده إسهال لو عنده دائرية هتقلل له الفيبر ليه؟ لأن أكل الفيبر ده بيحميني من إيه؟ يعني بيساعد على الإسهال طب هو عنده إسهال هتدي له فيبر؟ جيد لا هقلل شوية من الفيبر يعني هقلل من الفيبر لا تسهال فيبر دائرية هتقي هي هي اللع رسد وضع فيب كلايند بياخد بسأل الراديشن أو بياخد كيمو سوربي هتدي له أكل إيه؟ هتدي له إعقل إذا ما نقولنا إليسا إيه من شوية هتدي له High Calorie High Protein هتدي له هتدي له البروتين والكالوري الزيت خمان شوية نعرف خلاص أه لما سوف نتدي له هتدي له هتدي له هذا الكولوري هاتدي و لأن الفيشنت اللي بيجي أنت عنده كنصر ده بيجي أنه يعاندهة hi-metabolic كالوريه الموسيقى يخبريني mueancerا. يحتاج كالوريه الموسيقى حوالي من 45 إلى 50 لكل كالوري ولا يستطيع أن يعمل بنسبه 5 الوضع بbitsه 20 كالوريه نكونспوني endless كانت تبقى بالاقرام بسبب الحديث وفيتور بسعاله 70 كالوريه من 45 كالوريه دائما بتديله 50 كالوري. 50 في 70. 70 كيلو. يبقى 55 ل 50 كالوري لكل كيلو جروم من الوزن طيب لو بالنسبة للكربوهادريت. قالك برضو بتديله من الكربوهادريت فتح تديله كتير؟ لا مش هتديله كتير. هتديله من الكربوهادريت. ليه؟ ان احنا عارفين الجسم بتاعنا بيحتاج الطاقة من الكربوهادريت. صح؟ طب هو بيحتاج أسبير وإنرجي من الكربوهادريت. ليه؟ لان باش انت لو ما عادوش كمية كافية من الكربوهادريت. خلا هكلم ما قاو في الكربوهادريت. هيحصل يبقى 25 amount of carbohydrates. ليه؟ لان هنا الانسان أو الجسم بيحب بياخد الطاقة متاعته من مين من الكولوكوز. طب لو ملقاش كولوكوز هياخد منين؟ هياخد من الفات. مثلا ما هياخد من البروتين. غير ياخد من الفات. المهم يعني ان هو هياخد لازم هياخد ايه؟ الطاقة كمية كافية من الكربوهادريت. علشان ايه؟ علشان تبقى مستخدامة في ايه؟ في العشان اسمح ان الجسم يستخدم بمfully في الايي التيشو بلتنج ايزان وبدي كمان البروتين وله كما احنا قلنا ، بالبروتين هذا يعمل بالدينج للتشو بيعامل بالدينج للتشو، بيبنيه لتشوفي وله يعمل المستوى 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 المصر إذا قلت فعله البلات يستقبل بلاسما بروتين لكل كيلو جرام يعني حلقة غذائية بتاعته كويس وكويس تدينه كمية كافية من البروتين واحد من عشر واحد من عشر جرام لكل كيلو جرام يعني مسلا وزنه سبعين سبعين كيلو هتعمل ايه هتدينه مسلا واحد جرام في سبعين كيلو الوزن بتاعه يبقى سبعين جرام سبعين جرام في اليوم بروتين لا لو هو ايه لو هو لان هو لو مال نيوتريشن او ما هو هتدينه من واحد و تلاتة من عشرة لاثنين من عاشرة جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن بتاعه يعني مثلا وزنه سبعين هو مال نيوتريشن سيديه اجد اطراب اتنين في ايه اتنين في ايه هتدين في ايه هتدين تطعلك ايه. ات بينين في سبعين بمية واربعين تمام يبقى اتناع اتنين في سبعين يمي يو ا Margaretию hiya. ليو 1400 جريم يعني الواحد لو لو كودنيو تدريشن ستدريلو 70 لو ما ندريش هددرب في 2 لو ندريش هددرب في 2 تدريلو 140 وهلحسب الحالة برضو تدري كمان كمية كافية من الفيتامين والمينيلينز عشان دونه ضرورين جدا في عمالات الميتابوليك والتشوى المنتينز ولو عنده انوريكسا تدريلو على شكل سبلامينت تمام كمان بيقول لك حاجة لحده اللي جادي مهم جدا 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 لو شخصها بياخد علاج كيميوي او علاج اشعاعي و هذا حالة انتحان توقف الفيتامين اي والفيتامين اي ماذا؟ نعم ان الفيتامين اي مع العلاج الاشعاعي يتعلق قوة الكنسر سين ليست تجعلها تقسر من الكميكال سيرابي ولا جين سيرابي. يبقى الفيتامين اي وفيتامين اي بزوده قوة السيل اللي هي القانسر سيل. تمام? وخليها تبنى ان القانسر سيل يحصل لها من العلاج اللي بتاقته. خلاص? والحيطة دي قلناها مهمة. كمان الفلويد. ابقتي فلويد كتير. ليه ابقتي فلويد كتير? الفلويد دي مهمة جدا. انها تعمل لي ووشنج للكدني. لان الكدني دي مسؤولة انها تساعد لما تعمل لها ووش وتعمل لها كلين. هتساعد الكدني هتتخلص من المتابوليك وويست. اللي هي الوستبروتج مثلا زي تاعت البروتين. زي اليوريا وكالية وكالية ده. كمان تتخلصني من ايه؟ من التوكسين اللي موجود في الجسم. ساكلين فود حابت مي ريكوير جينج. لازم يغير عدد بتاعته. ليه؟ اللي هو كان ماشي فيها عليها قبل ما يحصل له المرض ده. يعني مثلا شمزره كان بياخد مثلا حلويات كتير وبياخد هاي كالوري وبياخد اكل تيزورت. لازم يوقفوا. ليه؟ لان الكانسر سيلي دي بتعيش على السكر. بتاكل السكر بتاعجز. خلاص? كمان عشان نزبط الوزن بتاعه. ببعض الاوقات ممكن يكون معهم انوليكسيا بسبب ان الاكل بتقدم له سخن قوي او بالد قوي. فانت لازم تزبط الاكل بتاعه. كمان بولك الحاجة مهمة هنا ان اللحمة ممكن يكون التاس بتاعها بيتر. يعني ايه بيتر? يعني مر مرارة كده. حس التعم اللحمة ببقه مرارة. ولكن في اكل بيبقى تعمه حلو ببقه. زي الملك او مش حلو يعني حلو يعني حلويات. لا. بيبقى تعمه كويس. زي ايه؟ زي الملك. زي التشيز. زي الايك. وزي الفش. يعني الجبنة واللبن وال البيت والسمك اللي بتعمهم كويس بقه. يعني تعمهم كويس. ولكن التست بيتر المر ده يبقى لا. اللحمة بتبقى تعمها مر بقه. طيب. لا بيقول لك هنا بقى اف. لو الفود اللي هو بيأكله ده يعني اللي هو بيش نتعانده وحاس بتعمل اللي هو الاكل اللي هو بتعمه سويت كده. هتلاقي بيأكل رايح للأكل اللي هو فيه املاح ده. اللي هو السيرتك اسيت. تمام? هتلاقي مياه للأكل ده اكتر. كمان احنا قلنا هنا بنيديله اه 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 على على شخص ده ياخدها. لا طبعا الحجات دي لازم توقف عشان كده الشخص ما بياخدش الوجبة على الصيات بتاعته. ما تقصرش على الوجبة بتاعته ما تقصرش على الشحية بتاعته انه يقص على الوجبة بتاعته. تمام? يبقى لازم ياخد بكميات ايه? تناسب و يخليه يروح ياخد الوجب على الصيات بتاعته. خلاص? لو هتعرض مع انه هيخد الوجبة التاعته? لأ انا ما بتهاش. طب لو الكلانت هنا لو او البيشاند بتاعي هنا عنده دراي ماوس عنده دراي ماوس يعني نتيجة مثلا السلايفة سيكريشان قليلا هديك دولهم بخطة سلايفة عند الهيت والنيك هعمل ايه؟ هتدي له اكل فيه سلطة يعني هستخدم حاجات كلها صفت اكل فيه سلطة، صلاة دريسيج، صلاة دريسيج، السوس، جرافيس، سيروب، عصير كله حاجات كلها تبقى صفت اللي هو عنده دراي ماوس نعم اسم البيشاند هنا بديله كمية قليلة او سوري، كمية قليلة مي بي بيتر او طولرانت يعني بدي له وجبات صغيرة وعلى فترات طويلة بدا ما بدي له ايه ثلاث وجبات كبيرة تمام؟ بيقول لك كمان هنا ان هنا اه، انا فيين؟ اه، او ايس المغلل؟ لو شخص ك�ان عنده نوزية فاديلار haben اندي وميتك اقبل الاكل يعني لو عنده نوزية او عنده فوميتنج او نوزي فاديله اندي ميتك قبل الاكل عشان مثلا قبل الاكل بساعة لان يعرف يأكل كويت ولا يخ Tailovign بعد الاكل فاديلو لو عنده مين كمان فاديله طبعا Drug to Control Problem يعني هو هنا يفضل کہ عنده اندي ميتك لو اجد اندي ميتك آخر عنده نوزيا Contra-Central قبل الاكل بساعة لان لا يحدث له شفار الكبول يقول كويس اصلا عنده حزب ترجيع تأكله يعني اكيد لا فتدله بساعة في الرغم بيقولك من رغم من الورال فيدنج ده فلكن ممكن في حالات القايكيسية ديت اللي احنا قلنا عليها ورا بين انترنال او اللي هي انترنال فود انترنال فيدنج اللي هو النيزو جاسترك تيوب او او مع الورال فيدنج ليه؟ لأنه في الحالة اللي فادت ديت الشخص بيكون عنده انوريكسية اللي مش عاوز يأكل فبديله الاكل بتاعه بيكون نسو جاسترك تيوب او توتال بارينتيال اللي هو ايفي تمام؟ في بعض الاوقات سمتايمز اورال ديت الاكل يعني هنا مهم ان البيشن تحد لو بياخد اورال ديت برضو تحاول انك تدينه انك تدينه انك تدينه توتال بارينتيال فيدنج عشان نزود برضو عشان هنا بيحصل له زي ما احنا قلنا قلنا الف مرة الكنسر سيل بيأكل تيشو بيأكل ايه البلد اللي فيه نيوتيشن وكلام ده فانت تدينه ايه توتال بارينتيال مع الاورال فيدنج برضو تمام؟ كده يكون خلاصا لمحاططة نهاردة شكرا ليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة